إذا فتحت هالفيديو فمعنى هالشي إنك جيمر والجيمر هو الشخص اللي يلعب ألعاب الفيديو ويستمتع فيها بس مو أي ألعاب لا فقط الألعاب اللي نشحت واشتهرت وسمعنا فيها سنوياً بتم إنشاء مئات أو حتى آلاف من ألعاب الفيديو بس عدد جداً قليل من هالألعاب اللي بنجح وبينشهر ومنسمع فيه ومنلعبها وبالمقابل بقية الألعاب واللي هي العدد الأكبر بتفشل ما حد بيسمع عنها ولا بلعبها فهذا موضوع فيديو اليوم جايب لكم أفشل عشرة ألعاب بالعالم بس ملاحظة رح أذكر ألعاب معروفة لين لو أبي أذكر أفشل عشرة ألعاب حرفياً فرح أذكر عشرة ألعاب ما حد منكم سمع فيها ويكون فيديو جداً ممل فموضوع الفيديو بكل اختصار عشرة ألعاب الناس اتحمسوا لها بشكل جداً كبير وكانوا عبيستنوها تنزل وبعدين طلعت لعبة جداً فاشلة وسببت خسائر للشركة فيلا خلنا نبدأ بس قبل لنبدأ رح أعلن عن اسم الفائز بآخر جيفووي وأعلن عن الجيفووي الجديد الجيفووي كان على سماعة وستاند وكان على آخر فيديوهين توبتين بالقناة والفائز معنا هو محمد جيمينج إن شاء الله ألف مبرو وهالفيديو برعاية أوروس جيجابايت وفي جيفووي على كرت شاشة RTX منهم هذا الكرت اللي شايفينه قدامكم هو جيجابايت جي فورس RTX 3090 وهذا يعتبر أقوى كرت شاشة موجود حالياً بالعالم من إنفيديا وبصناعة جيجابايت فيعني كواليتي جداً عالي الكرت فيه ثلاث مراوح من نوع أكسيال تيك اللي تضغط الهواء على المشتت الحراري بشكل جداً ممتاز والمشتت الحراري هو ماكس كونتاكت والكرت مصنوع من مواد بريميوم فرح يعطيك أداء جداً كويس بالأوفر كلوكينج أو كسر السرع وخلنا نتكلم على مزايا الكرت واللي هي أولاً الريت ريسنج أو تتبع الأشعة يلي بتخلي شكل الألعاب واقعي وأحلى بمليون مرة والخاصية الثانية يلي أنا جداً أحبها الصراحة اللي هي الـ DLSS واللي هي إنه الكرت فيه زكاء اصطناعي بيعطيك واقع معزز بالألعاب وأداء جداً رهيب يعني تقدر تلعب بدقة عالية نفس الـ 2K والـ 4K ومع فريمات عالية بنفس الوقت وأحلى الشي إنه حالياً هالخاصية موجودة بـ Call of Duty Warzone وغير الدقة وغير الفريمات كمان في خاصية ثالثة اللي هي الـ NVIDIA Reflex واللي بتعطيك respond time أو وقت استجابة بالألعاب جداً قليل فهالشي رح يفيدك بشكل جداً كبير بألعاب الأونلاين لمعلومات أكثر ورابط شراء كروت جيجا بايت RX30 series شايك اللينك اللي موجود بالوصف وقيف هوي هالشهر هو على كرت RTX 3080 اللي يعتبر تاني أقوى كرت موجود حالياً في العالم إذا ودك تدخل بالفرصة للفوز عليه كلا عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك أي تعليق مع وسيل التواصل فيه معاك ويلا خدا نبدأ بالفيديو بالمرتبة العاشرة عنا لعبة Mighty No.9 أظن كلكم سمعانين باللعبة المشهورة Mega Man Mega Man تعتبر من أشهر الألعاب القديمة في العالم اللعبة كانت جداً مشهورة من زمان على الجيل الطيبين أول جزء إلها كان عام 1987 وحتى اليوم اللعبة تعتبر مشهورة وإلها معجبينها طيب ليش قاعد أتكلم عن Mega Man؟ لأنه بكل بساطة شركة كابكم الشركة المصنية على لعبة Mega Man قرروا أنهم يسحبوا على السلسلة لفترة طويلة شافوا أنها بطلت تجيب مبيعات وفلوس فقرروا أنهم يسحبوا عليها مؤقتاً ويرقزوا على العلعاب ثانية طبعاً هذا الشيء أغضب معجبين اللعبة بشكل جداً كبير فمين الشخص اللي يستغل غضبهم هو مخرج وصانع اللعبة نفسها إيه هذا الشخص طلع من شركة كابكم وقال أنا رح أسوي لكم لعبة اسمها Mighty No.9 ورح تكون نفس ميجا مان وأفضل منها بس كان يحتاج فلوس ففتح موقع كيكستارتر وخلى الناس يدعموه مادياً عشان يصنع هاللعبة واللعبين تحمسوا قالوا أيوه هذا مخرج اللعبة نفسها رح يطلع من الشركة ويشتغل مستقل فأكيد رح يسوي لنا لعبة شكلها جداً رهيب فراحوا ودفعوه لفلوس ودعموه مادياً بشكل جداً كبير هذا الكلام كله بعام 2013 وبعد ثلاث سنوات بعام 2016 نزل اللعبة اللي هي Mighty No.9 وكانت جداً سيئة نظام لعب جداً سيئ مو نفس ميجا مان الأصلية رسومات أسوأ من ميجا مان تصميم مابات وحوش جداً ممل فالناس أحبطوا بشكل جداً كبير وشركة كابكم بعد سنة نزلت جزء جديد من لعبة ميجا مان وكان أسطوري نفس الأجزاء القديمة فالناس سحبوا على هذا الشخص وسحبوا على لعبته اللي هي Mighty No.9 وراحوا يلعبوا لعبة ميجا مان الجديدة فهذا الشي بيدل أنه نجاح أي لعبة ما بيعتمد على شخص واحد اللي هو المخرج أو الرئيس لا بيعتمد على مئات الموظفين اللي بيشتغلوا على هاللعبة فهذا الشخص لما طلع على أساس هو المخرج قالوا الناس خلاص رح يعملنا لعبة جداً أسطورية بس ما قدر لوحدة وسوى لعبة جداً فاشلة بالمرتبة التاسعة لعبة Low Breakers هاللعبة قصتها محزنة الصراحة Low Breaker هي لعبة First Person Shooter بس مع شخصيات وكل شخصية عنده الخصائص الخاصة فيه يعني تقريباً نفس لعبة Overwatch بالضبط الناس كانوا جداً متحمسين لهاللعبة لأنهم أعلنوا عنها بوقت كانت فيه لعبة Overwatch جداً مشهورة ومطورين اللعبة قالوا أو لمحوا أنه لعبتنا نفس Overwatch بس أحسن منها بمليون مرة وفعلاً لما تشوف الإعلان واتقارنا مع لعبة Overwatch رح تلاقي عندك جرافيك أفضل نظام لعب شكله حماسي أكثر من Overwatch بكثير واللعبة نزلت عام 2017 وبعد سنة بالضبط سيرفرات اللعبة تقفلت خلاص سكروها مزحوا اللعبة من كل مكان لأنه ما في حد قاعد يلعبها مع العلم أنه اللعبة شكلها جداً ممتع مثل ما شايفين قدامكم بس فشل اللعبة يعود لعدة أسباب أولاً الشركة اللي سوت اللعبة شركة صغيرة غير معروفة وما عندهم فلوس أو أموال كافية إنهم يسوقوا للعبتهم يعني ما رحوا دفعوا لحداً مشهور يلعب اللعبة أو حطوا إعلانات مدفوعة ما كان عندهم هالفلوس ثانياً وقت نزلت اللعبة كانوا الناس وقتها بدأوا يملوا من لعبة Overwatch والألعاب الشبيهة إلها فاللعبة نزلت بوقت الناس ما لهم متحمسين لهالنوع من الألعاب وثالثاً والسبب الرئيسي هو أنهم أعلنوا أنه اللعبة مجانية free to play تقدر تلعبها بدون ما تدفع وقبل بشهر غيروا رأيهم وقالوا لأ لازم تشتري اللعبة وتدفع فلوس هذا أكبر غلط ممكن أي شركة ألعاب تسويه جداً غلط أنك تسوق للعبة وتقول إنها مجانية وتحمس الناس عليها بعدين قبل بشهر تقولهم لا والله غيرنا رأينا عطونا فلوس بالمرتبة الثامنة لعبة Anthem من الناشر EA والمطور Bioware لعبة Anthem كانت من أكتر الألعاب اللي الناس متحمسين عليها لأنه غرافيك اللعبة جداً رهيب وميكانيكية اللعبة سطوري يلي هو عندك بدلة نفاثة في أنك تطير بالسماء وتمشي في أي وقت وفي أي مكان بس حتى لو كان غرافيك ونظام لعبة رهيب هذا الشي ما بيكفي عشان ينجح اللعبة اللعبة كانت مملة جداً مملة وفيها تكرار كثير الحين الألعاب اللي نفس Anthem و Destiny وغيرها من الألعاب متعودين عليها يكون فيها تكرار إنك تروح وتلعب لنفس المهمة أكثر من مرة عشان تطور من نفسك بس Anthem كان تكرار ممل مو تكرار الممتع نفس لعبة Destiny غير كذا قصة اللعبة كانت مملة وكمان الغرافيك كان مفروض يكون أفضل من كذا حالياً الغرافيك رهيب بس الغرافيك اللي ورجونا إياه بالإعلان قبل ما تنزل اللعبة كان أفضل بألف مرة من الغرافيك إطلاق اللعبة والسبب الرئيسي لفشل اللعبة هو طمع كانوا طماعيني بشكل جداً كبير اللعبة كانت بفلوس بستين دولار ما كانت لعبة مجانية بس لما تفتح متجر اللعبة رح تحس إنه لا هاي لعبة مجانية بشكل جداً كبير كأنها فورتنايت أو بوب جي اشتري كذا اشتري كذا طور سلاحك وادفع كذا ولأ عند نزول اللعبة كان فينك تدفع فلوس أكتر عشان تلعب اللعبة قبل الناس فاللعبين كان عندهم أكتر من سبب ليكرهوا اللعبة أول شي كتبوا عليهم بالغرافيك لعبة مملة قصة مملة وشركة طماعة فالكل سحب على اللعبة وبعدين شوي شوي صارنا عم نسمع أخبار سيئة من ستوديو بايوير أولاً المدير طلع بعدين مطورين أساسيين عم يطلعوا من الشركة ومن سنة أعلنوا أنه خلاص رح يوقفوا دعم اللعبة مع أنه هاللعبة كان مفروضة تكون منافسة ديستيني ديستيني نزلت عام 2013 وإلى يومنا مستمرة قريب 8 سنوات ولسه في تحديثات وكل شي فهي اللعبة كان مفروض أنها تستمر 10 سنوات على الأقل وبعد كم سنة ألغوا الدعم عليها وسحبوا عليها بالمرتبة السابعة عنا لعبة هايبر سكيب واللي هي لعبة الباتل رويال اللي نزلت من سنة فلسه لعبة جديدة ومن تطوير شركة يوبيسوفت يب مثل ما سمعتوا شركة يوبيسوفت الضخمة اللي عندها ألعاب مثل أساسين كريد وواتش دوغز وراينبو سيكس سيج ساوت لعبة باتل رويال وفشلت فشل كبير اللعبة فشلت لأنها حاولت ترضي الجميع حالياً عنا أكثر من لعبة باتل رويال بالسوق عنا كولف جيتي وارزون يلي بده باتل رويال واقعي نوعاً ما عنا لعبة ايبكس ليجند يلي بده باتل رويال مع شخصيات وخصائص عنا فورتنايت يلي بده بناء وما بناء عنا ألعاب الموبايل يلي كل واحدة تتميز بشي ببجي موبايل فري فاير كورف جيتي موبايل فكل لعبة موجهة لفئة من اللعبين يعني جداً صعب تلاقي واحد يحب ويلعب فورتنايت بشكل يومي ونفس الشي يحب ويلعب وارزون بشكل يومي فاللي عملتها هايبر سكيب إنها حاولت طعم الخليط من كل شي يعني تلاقي فيها شوي من وارزون تلاقي فيها شوي من ايبكس ليجند متل شخصيات وخصائص فيها شوي بناء نفس فورتنايت فالناس لعبوها كم مرة وسحبوا عليها ورجعوا لألعابهم مع أنه اللعبة فيها أفكار حلوة يعني هي عملة أفكار جديدة بس ما كانت كافية لتنجح اللعبة وحالياً لو بتروح على تويتش وبتشوف مشاهدات اللعبة بالعالم رح تلاقيها عشرة مو عشرة آلاف لا عشرة أشخاص فقط بالعالم مهتمين نشوفوها اللعبة على موقع تويتش بالمرتبة السادسة عنا لعبة هيلو فور وبعدها من أجزاء هيلو اللي ما بيعرف لعبة هيلو كانت تعتبر من أكبر ألعاب الشوتر بالعالم والمنافس الأول للعبة كولوف ديوتي واللعبة كانت فقط حصرية على الأكس بوكس يعني متخيلين لعبة موجودة على جهاز واحد وكانت منافسة لكولوف ديوتي وتعتبر من أكبر وأشهر الألعاب بهذاك الوقت وكان عدد كبير من الناس يشتري جهاز الأكس بوكس عشان لعبة هيلو هالكلام كان بين عام 2007 إلى عام 2011 لأنه في 2012 نزلت لعبة هيلو فور ولعبة هيلو فور هي اللي قتلت لعبة هيلو ومن بعدها ألعاب هيلو خلاص بطلت منافسة لكولوف ديوتي وبطلت من أشهر وأخوة ألعاب الشوتر وسبب فشل اللعبة جدا غبي السبب إنها حاولت تقلت كولوف ديوتي فعليا لو بتشوف هيلو ثري أو هيلو ريتش وبعدين تشوف لعبة هيلو فور رح تلاقي فرق جدا كبير بين اللعبتين هيلو فور تحسها كولوف ديوتي نفس نظام الأسلحة والكلاسات نفس تصميم المابات فالناس قالوا خلاص ليش نلعب لعبة قاعدة تقلت كولوف ديوتي خلينا نروح نلعب كولوف ديوتي نفسها لأنه لعبة هيلو عندها نظامها الخاص نظام الخاص من تصميم المابات من الأسلحة من الجيم بلي كبوا هالكلام كله باللزبالة وعملوا نظام جديد نفس كولوف ديوتي والسبب ليش عملوا كذا هو أنه الشركة اللي اشتغلت على أجزاء هيلو القديمة هي غير الشركة اللي اشتغلت على هيلو فور الشركة اللي اشتغلت على أجزاء القديمة هي شركة بانجي بعدين شركة بانجي عملت لعبة ديستيني وطلعت فأجت مايكروسوفت اللي هي المالكة اللي لعبة هيلو شغلت استيديو تاني وخلتها يعمل لعبة هيلو الجديدة فالستيديو الجديد راح وقلت كوروف ديوتي ما التزم شو شركة بنجي كان قاعدة تسوي وحاليا اللعبين عبيستنوا لعبة هيلو انفنت اللي رح تنزل السنة القادمة بس كمان لعبة هيلو انفنت نزل اعلان وكان الجرافيك ما هو بالمستوى المطلوب فالناس ما لهم متأملين خير من اللعبة بالمرتبة الخامسة عنا لعبة ايليين كولونيو المارين هاي اللعبة خلت اللعبين والناس اللي دفعوا فلوس عليها يرفعوا قضية بالمحكمة على الشركة من كتر ما اللعبة سيئة هاي اللعبة كانوا الناس متحمسين عليها بشكل جدا كبير لانها من تطوير ستيديو جيربوكس اللي عنده العاب بوردرلاند ومن نشر سيجا وي اي ولزاد حماسهم انه المطورين قالوا انه صلنا عم نشتغل على اللعبة ست سنوات وبعدين نزل ديمو اللي هي تجربة مجانية للعبة وكانت اسطورية كان الجرافيك باللعبة جدا رهيب وبعدين نزلت اللعبة وكان الجرافيك مو نفس الديمو ابدا كذبوا بالديمو بالديمو وعملوا نسخة محسنة جدا لمنطقة صغيرة من اللعبة وخلوا الناس يحبوها ويعملوا بري أوردر ويدفعوا فلوس وبعدين لما نزلت اللعبة كانت بي جرافيك ورسومات اسوأ كانت مليانة قليتشات وكانت لعبة جدا مملة وبعض اللعبين جدا انقهروا من هاي الشي وراحوا ورفعوا قضايا بالمحكمة على الستوديو قالوا انهم كذبوا علينا نزلوا ديمو او اعلان غير اللعبة وخلونا ندفع فلوس ونبي فلوسنا وفوق كذا احد المطورين طلع من الشركة وفضحهم قال نحنا ما اشتغلنا على اللعبة 6 سنوات لا نحنا اشتغلنا على اللعبة 9 اشهر بس انه الفكرة كانت من عندهم والخطة من 6 سنوات بس وقت الشغل هو 9 اشهر بس وقال مو شركة جيربوكس هي اللي عملت اللعبة لا شركة تانية صغيرة اسمها جيمر جيت اللي صار بكل بساطة انه شركة جيربوكس كانت عم تشتغل على اللعبة بعدين خلاص ما ودها تكمل عليها فاخدت الاشياء اللي شغالة عليها وعطتها لشركة صغيرة وقالت لهم يلا اعملوا اعملوا لعبة اي كلام بتسع الشور وطلعت هاللعبة نصيبة بالمرتبة الرابعة عنا لعبة دوك نيوك فوريفر هي اكتر لعبة بالعالم اشتغلوا عليها المطورين اشتغلوا عليها عام 1997 ونزلت اللعبة عام 2011 اي 14 سنة عم يشتغلوا عليها او هذا الكلام يلي المطورين قالوه بس هو غير صحيح هو فعلا عام 1997 كان فيه الجزء الاول من اللعبة كان جدا رهيب على وقتها وكان يعتبر من العاب الشوتر الكلاسيكية يلي بنت العاب الشوتر اللي مشوفها بالمستقبل يعني نفس اللعبة دوم من زمان فاللعبة كانت جدا ناجحة وبعد نجاح الجزء الاول الشركة بعام 1997 قالوا رح نعمل الجزء ثاني وفعلا الجزء الثاني نزل بعد 12 سنة بس الكلام اللي صار انه بدأوا يشتغلوا عليها بعدين لغوا المشروع بعدين بعد خمس سنوات رجعوا يشتغلوا عليها بعدين كنسلوا المشروع بعدين بعام 2010-2009 اشتغلوا عليها مرة ثانية ونزلت بعام 2011 فيعني كان فيه كتير مشاكل مو شغل متواصل مدة 13 سنة على اللعبة المهم الناس كانوا جدا متحمسين على اللعبة مثل ما قلت لكم الجزء الاول يعتبر من العاب الشوتر الكلاسيكية وبعض الناس فكروا انه 13 سنة عم يشتغلوا على اللعبة واكيد ما بدهم ينزلوا شيء اي كلام فراح ينزلوا شيء جدا مضبوط ولما نزلت اللعبة الناس قالوا فعلا تحس انها لعبة من عام 1997 لعبة جدا سيئة ميكانيك اللعبة تحسها لعبة قديمة يعني حرفيا شكلهم اخذوا المشروع اللي يشتغلوا عليه من 13 سنة طوروا فيه شوي طوروا الجرافيك ونزلوا لعبة اي كلام اللعبة كانت جدا سيئة والفانز اللي يستنوا اللعبة مدة 13 سنة وصيبوا بخيبة امل بالمرتبة الثالثة عنا لعبة هاي كانت اكتر لعبة زومبي متحمسين عليها الناس لانها مبنية على مسلسل الزومبي المشهور اعلان اللعبة كان جدا رهيب والناس كانوا جدا متحمسين لان فكرة اللعبة انك بتمشي بعالم بمدينة بالكامل كلها زومبي والهدف انك تضل عايش فيعني لعبة سيرضايفل او بقاء ونزلت اللعبة بعام 2018 وكانت عادية ما كانت سيئة كانت لعبة متوسطة ما فيها اي شي مميز وما فيها اشياء سيئة وهذا كان سبب فشلها ايه اللعبة ما كانت سيئة بس اللعبة كانوا الناس متحمسين عليها بشكل جدا كبير ورافعين امالهم للسماء انه خلاص هاي اللعبة الزومبي رح تدمر الالعاب كلها وكانت لعبة جدا عادية وبعض الاحيان كانت مملة فاللعبة فشلت الناس ما لعبوها مرة مرتين وخلاص سحبوا عليها الانلاين فيها كان ما حد قاعد يلعبها اللعبة نزلت على البي سي وكان المفروض خلال سنة تنزل على الكونسول البلاي ستيشن والإكسبوكس بعد خمسة شهور من نزول اللعبة على البي سي خلاص سكروا سيرفرات اللعبة مزحوا اللعبة من ستيم والغوا مشروع انه ينقلوها على الكونسول البلاي ستيشن والإكسبوكس لانه عدد اللعبين جدا قليل فايه حتى لو لعبة ما كانت سيئة وكانت جيدة نوعا ما في احتمال إنها تفشل إذا كنت محمس الناس عليها زيارة عن اللزوم وعم تحكي لهم هاي أحلى لعبة بالعالم وأفضل لعبة زومبي ولما نزلت كانت لعبة جدا بسيطة هذا السبب بيخلي لعبة تفشل أكيد بالمرتبة الثانية عنا لعبة بوب جي موبايل بس مو لعبة بوب جي موبايل اللي قاعد تلعبها حاليا لأ بوب جي موبايل نسخة ثانية اسمها بوب جي نيو ستيت قصة هاي اللعبة طويلة ومعقدة بس رح حاول إني أختصر لكم ياها كل بساطة في شركة اسمها كرافتون هاي الشركة هي اللي عملت لعبة بوب جي الأصلية على البي سي بعدين إجت شركة صينية اسمها تينسنت اشترت من عندها حقوق بوب جي وعملت لعبة بوب جي موبايل ولعبة بوب جي موبايل انشهرت بشكل جدا كبير وصارت أشهر من البوب جي الأصلية الموجودة على البي سي بعدين صارت مشاكل بين الصين والهند فالهند قررت أنها تحضر أي شيء إلو علاقة بالصين فحضرت لابة بوب جي موبايل وتسعين بالمئة من لعبين بوب جي موبايل من الهند لأنه عداد الهند هو 1.3 مليار شخص ومو بس المنعت بالهند لأ المنعت كمان بباكستان أفغانستان وبنجلاد فأجت شركة كرافتون يلي عندها لعبة بوب جي الأصلية على البي سي قالت أيوة خلنا نستغل هالموضوع خلنا نحن نعمل لعبة بوب جي على الموبايل وننزلها على السوق وبالتالي ما رح تكون محظورة بالهند وباقي الدول لأنه كرافتون شركة كورية وما في مشاكل سياسية بين الهند وكوريا فنزلت لعبة بوب جي نيو ستيت بالبري ألفا عشان الناس يجربوها وكانوا خلاص متأملين هاي اللعبة اللي رح تدمر بوب جي موبايل لأنه كل هنود رح يلعبوها والهند قررت أنها تمنع هاللعبة كمان شركة كرافتون حكيت مع الحكومة الهندية يا جماعة نحن مو من الصين نحن شركة كورية ما لنا علاقة بالصين أبدا ما في تفاهم اسمها بوب جي يعني الصين يعني منع الحكومة الهندية ما اقتنعت فخلاص اللعبة فشلت قبل ما تنزل حتى لسه بالبري ألف هو الهدف من اللعبة إنها تكون للسوق الهندي يلي منعت عنها بس ما قدروا يعملوا هالشي بس مع كذا لسه مستمرين وراح ينزلوا اللعبة لنها ما رح تكون محظورة بباقي الدول الثانية يلي محظورة فيها بوب جي موبايل لنفس باكستان أفغانستان وبنجلادك وكمان شركة كرافتون ما فقدت الأمل وحاليا عم تشتغل على لعبة بوب جي خاصة للهند وما فيها كلمة بوب جي رح يكون اسمها باتل جراوند موبايل إنديا بالمرتبة الأولى عنا لعبة إي تي هاي اللعبة كانت رح تنهي مجال ألعاب الفيديو بالعالم بشهر ستة عام 1982 1982 أي من 40 سنة تقريبا نزل فيلم الفضاء إي تي وكان فيلم جدا ناجح ويعتبر حاليا من أشهر الأفلام بالعالم شركة أتاري شافت نجاحها الفيلم وقررت إنها تعمل لعبة خاصة بشخصية أو فيلم إي تي فبعد خمس شهور من نزول الفيلم أي بشهر 11 راحت وكلمت أحد مصممين الألعاب وطلبت منه إنه يعمل لعبة لفيلم إي تي وقالت له إنه باللعبة تكون جاهزة قبل الكريسمس أو موسم الأعياد يعني معاه شهرين أو أقل من شهرين حتى المطور قالهم مستحيل ألحق أسوي اللعبة خلال شهرين هذا الشي جدا صعب الشركة أتاري قالوا له والله هذا اللي عنا إنه باللعبة تكون جاهزة على الكريسمس لأنه بموسم الأعياد في أمريكا والغرب مبيعات الألعاب بتزيد بشكل جدا كبير فقلهم خلاص أوكي وسوى اللي يقدر عليه بست أسابيع وسوى أسوأ لعبة بالتاريخ هاي هي اللعبة متر مشايفين لعبة جدا سيئة بكل المقييس حتى ممكن حد يقول الألعاب بهذاك الوقت عام 1982 كلها بهالنظام لا كان فيه ألعاب أحسن من هاي بكتير فالناس أول ما شافوا اللعبة كلهم اشتروها كلهم اتحمسوا عليها إنه لعبة مبنية على فيلم مشهور وبعدين انصدموا من اللعبة السيئة الرديئة اللي لعبوها ومن وراء هاللعبة كتير ناس بطلوا يلعبوا ألعاب الفيديو بهذاك الوقت قالوا ألعاب الفيديو ما في إلها مستقبل شيء سيئ وشركات ضخمة بطلوا يستثمروا بمطورين الألعاب وكان مجال ألعاب الفيديو رح ينتهي إلى الأبد لأنه كان لسه بالبداية فالناس لما صدموا من هاللعبة السيئة بطلوا يهتموا كتير بالألعاب وفعلا مروا ثلاث سنوات تقريبا شفنا ألعاب جدا قليلة وبطل اهتمام نفس أول بعدين إجت شركات نفس سيغا ونينتندو وألعاب نفس دوم رجعت مجال ألعاب الفيديو وبعدين انضمت بلاي ستيشن وأنقذته فلعبة إي تي كانت لعبة جدا سيئة وكانت رح تنهي مجال ألعاب الفيديو بشكل كامل وبعام 2014 كان فيه عمال بأمريكا بمدينة نيو مكسيكو كانوا جالسين يحفروا بصحراء عشان مشروع ولقوا تحت الأرض تحت التراب أطنان من لعبة إي تي إي شركة أتاري وقتها خلاص ما عدت تقدر تبيع اللعبة الكل العرف أنه اللعبة سيئة ما تقدر تتخلص من اللعبة بأي شكل فراحوا جمعوا الألعاب كلها وكانت عبارة عن أطنان ودفنوها تحت التراب وبعد 30-35 سنة تقريبا بعام 2014 لقوا كل هالألعاب تحت الأرض فإي شباب هالفيديو لليوم أتمنى أن أكون أعجبكم أتمنى أن نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك وشاركونا بالطريقات هل في لعبة أنت كنت متحمس إلها بشكل جدا كبير وبعدين طلعت جدا فاشلة إذا فيه أتمنى تكتب اسم اللعبة بالكومنتات وبس كان معكم بالشاركي يالب شركة كيش يكون بديها الثاني إن شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة